العقلية بتاعت اللعيبة اللعيبة انا بحكم على الناس انا بشوف قدامي العقلية صعبة صعبة جدا والمدرب جزء برضو من مسئولياته ان هو يفهم ان مش دي مش دي عقلية اللعيبة اللي هتنصفك في المواقف دي ما هو مدرب لازم يبقى مدرب ولازم يبقى صنايعي نفساني زي راجل سايكولوجست وفاعم اللعيبة دي ايه قصتها وجاية منين والناس اللي شغلة معاه لازم تفاهموا الكلام ده يا جميز تقمص شخصية جروس البس ماسك جروس علشان تقدر ان انت تعمل حاجة مع الزمالك بالشكل ده هو ده هو ده اللي عايزين نشوفه تاني يعني ايه تقمص شخصية جروس يعني هم 14-15 اللعيب بركز عليهم واشتغل بيهم وغير في يعني اقصى الحدود يعني كده كل ماتش اتنين لعيبة هتكسب الكونفدرالية انما هتروح تريح لي لعيبة في ماتش زي النهاردة ولعيبة انت محتاجة او لسه عندك خمس ست ايام وبتاعي يا استاذي ما عندكش الرفاهية دي العقلية بتاعت اللعيبة اللي عندك اللي ما بتلعبش ومستواهم الفني لا يؤهلهم او لا يؤهلك او لا يحمسك انت كمدرب ان انت تعمل اللي انت بتعمله مدرب تاني انا بقوله على جميز جميز مدرب كويس قوي واختياره اختيار جيد جدا بالنسبة لظروف الزمالك في الوقت ده ومدرب انا كراجل النهاردة بقيم الامور بقول لا مدرب يبني عليه مشروع يبني عليه مشروع جميز انما لازم حد في ودنه يقوله كن واقعي ولا تنخدع بردود الافعال كن واقعي البس ماسك جروس لغية نهاية الموسم طيب ده فيما يخص مباراة كرة القدم اللي مرة تانية النهاردة فاس بيها اسموحة واحد صف ان كل كلامي النهاردة لا يقلل من سموحة تاني لان انا عارف كويس المجهود اللي بتعمل وازاي ان انت لازم بتبقى مركز وتحفز لعيبتك كل التحقية لأحمد سامي برافو احمد سامي مدرب من المدربين الكبار في الدوري مش عايز اخفز حق احد ابدا انا عارف الناس يبتتعب ازاي وبتشتغل ازاي وبتاخد في الاخر شوية ضق قد 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 كده ترجمة نانسي قنقر